الدوري في ميت عوبة رسميا بعد خسارة برامز دلوقتي من في يوتشار واحد سفر بهدف عمر كمان عبد الواحد الزمالك يتوج رسميا بالدوري المصري للمرة الاربعتاشر في تاريخ واجباها وانا راجل اهلاوي طالع لك اهو بتشيرت النادي الاهلي وبهني كل جماهير نادي الزمالك المحترمة المحترمة يعني موسم شاك جدا 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 على نادي الزمالك وكان موسم صعب وبجد بجد نادي الزمالك يستحق لقب الدوري عن قدرة واستحقاق يعني نبدأ كده يعني بموسم استثناء الزيزو ولا موسم علامي الكابتنش كابانا المحترم اسطورة نادي الزمالك ولا موسم ولا اروع للمحترم جزفالدو فوريرا المدرب البروف زي ما بيقولوا ولا موسم اجمل واروع بدأ مع منتخب مصري من فتوح يعني يا جماعة بجد 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 وكمان لن ننسى دور يعني كبير جدا جدا للمحمود حمد الوينش وعواد والشباب طبعا سيد نمار وعبد المجيد وسيف فاروق جعفر لا الموضوع كله يعني يوسف وسامة نبيه الموضوع كله يا جماعة بجد 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 يعني هنفصصوا واحدة واحدة وموسم طويل جدا على نادي الزمالك يعني بدأ كده يا جماعة مبدئيا كده نادي الزمالك زي ما احنا عارفين بدأ بوقف القيد بدأ برحيل مجلس الادارة وتم تعيين مجلس ادارة مؤقت يعني بدأ بخسارة الخروج من افريقيا وبدأ طبعا يعني الخسارة من نادي الاقل خمسة تلاتة فكانت تهدى اي حد يا جماعة بجد والله اي حد كان في مكان نادي الزمالك يتهد ووصلت لهاية يعني نص الموسم كمان يا جماعة يعني رحيل بعض اللاعبين عنه كامثال طبعا يعني اه ابو جبل زي ما احنا عارفين ان قصة ابو جبل وملاخر كده اتمرد على النادي عشان ان التجديد وقصة تجديد وكلام ده فخلع وقصة ابو جبل قال برضو مش اجدد وخلع فرس يعني عمود فقري عمود فقري يا جماعة ابو جبل كان من احسن الفراس في مصر في البطولة الافريقية زي ما احنا شوفنا وصد ممانيه ضرب الجزاء وكان عامل بطولة عالمية بجد والله يا جماعة وكمان يعني طريق حامد زي ما احنا عارفين اسطورة من قصطير النادي الزمالك يعني لعب محترم جدا ولاعب وتد يعني خط واسط كان عمود فقري يعني بامانة بجد والله يا جماعة يعني نقول ايه ولا ايه ولا ايه يعني نادي الزمالك ما بيهموش حد خرج منه كل ده يعني خرج طريق حامد نزل مكانه امام عشور وطبعا تحية كبيرة جدا جدا للأسد امام عشور بجد والله يا جماعة امام عشور يعني في ظل اه رحيل ساسي وبعده طريق حامد هو اللي شاي نص الملعب لواحده يعني في نص نام ما يلعب الزمالك شايله لوحده يا جماعة الراجل ده بجد والله هذا المسم مسم استثنائي لامام عشور وتسقف له وتحية كبيرة جدا جدا من راجل اعلاو مشجع اعلاوي يعني بيشوف امام عشور في المركز ده مستقبل منتخب مصر مع انه مش مركزه يا جماعة. يعني المركز اللي بيلعب فيه امام عشور ده ستة او تمانية يعني او حاجة بالتلاتة ستة او تمانية او بيلعب يعني صانع العاب يعني مش مكانه كل ده مش مكانه. يعني مركزه الاصلي ولما كان جاي من الهيالي لما كان بيلعب حرص في حدود او النصر. حاجة زي كده يعني مثال امام كان بيلعب في الحرس. يعني كان بيلعب ج знаешь. زي ما انه غريفين امام عشور كان بيلعب جناح ومعروف انه كان بيلعب جناح. فكهي اندي ازما وزف نص ملعب عامل اداء معامي كبير بجد والله يا جماعة. وعايزين مشكر يعي شكر جدا عواد يا جماعة اللعيمة دي تعمل تحيزة الموسم. عواد يا جماعة من بداية الموسم زي ما احنا عارفين. يعني كان ديجة لابو جبل وزل الاواد كمان يعني كان بيطلع برا القايمة خالص ويعني كان موسم صعب جدا على عواد انه يلعب بعد الضجة اللي عملها ابو جبل ويكون مركز التركيز ده كله وبامانة شايل الزمالك في جميع المطشاط اللي لعبها عواد بصراحة كان نقطة فارقة وكان نقطة التحول فيه يعني مسيرة الزمالك للدور يا جماعة بجد وبجد بجد بجد عواد يستحق كل كلمة شكر وكل تأدير من من الجمهور ومن مجلس الادارة ومنتخب مصر لازم عواد الفترة الجاية يكون في منتخب مصر بجد والله يا جماعة الحساب اي حد مع كامل احترامي على حساب اي حد يعني كنا يعني الشناو وعواد هم اللي اتنين مع بعضهم كده في منتخب واي حد يجي تالت بقى جد صفحي اي حد والله يا جماعة لكن ابو جبل خلاص شكر يا جماعة عواد الله هو اقبل عليه تركيزه عالي جدا 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 حينه على الكرة كل الكرة الارضية مسكة كرة على الارض يمسكها كرة طائرة يمسكها ضربات جزاء بيمسك ما يعني الله هو اكبر عليه مركز بجد يا جماعة ومنتقل لنقطة الونش يا جماعة احسن مدافع في مصر يعني مهما تعمل ما ما تجيب ما ما تروح الونش يا جماعة جي نادي الزمانك من مثالي كان من طلاع الجيش يعني يجيها يا جماعة في ظل الظروف كان محمودة علاء واخد وضع وبقى انا بشقول ضربات جزاء احسن مدافع في مصر انا وانا وانا ما هموش اي حاجة فضل مركز يا جماعة وبيعمل كده بيعمل في صمت لحد ما وصل ان الونش يعني مدافع مصر الاول يعني والله هو اكبر عليه احسن سرد باك في مصر بجد بجد رجولة وعينه عقورة بيترقص بسهولة خالص راجل وتد يعني بجد بجد يعني روح ورجولة الونش بجد يا جماعة يعني لو ذكرت الرجولة يسكر محمود حمد الونش زي ما احنا بنقول يا جماعة وننتقل طبعا لمحمد عبد المجيد او زي ما احنا قولنا حسام عبد المجيد يعني شاب صاعد واحد لا نفسه متضر للنار من كان بلعب في الشباب لا نفسه قدام النادي الاهلي على طول على طول حسام عبد المجيد وقدة وقدة وفيه في مطشين مكسبهم للزمالك بهدف يعني هو مدافع وتلعج ابقى هداف يعني الله هو اكبر عليه استمر يا حبيبي استمر ونجي بقى لمحمد عبدالغاني الله هو اكبر عليك يا ابني الله هو اكبر عليك محمود على قاعد انت انت ركبت الله هو اكبر عليك الله هو اكبر الله اكبر الله اكبر وبجد بجد يعني الله ينقر عليك يا ابني استمر ولا اي حد ولا اي حد يكلمك من اخر. منتقل ان هي نقطة باك يمين? سيد نمار يا جماعة. سيد نمار الله هو اكبر عليه يا بصاعد واحد الله هو اكبر عليه ربنا يا حميم العين. ربنا يا حميم الاصابات انت مستقبل منتخب مصر يا ابني معينه ومش مركزه. مركز سيد نمار يعني اه بتاع ده اه جناح او وينج. ولكن انه يلعب باك يمين? لا يا جماعة. لا نفسه برضو متضل المار كان في الناشئين او في الشباب مش اقول ناشئين في الشباب. لا نفسه بلعب قدام النادي الهالي وقادة وعمل اقسم عليه. مع ان في مركزه في مين يعني? في مين? حمزة المسلوسي وحزن امام. ولكن ولكن احسنهم والله احسنهم. كان السيد نمار عامل موسم على من انتقل لنقطة الباك ليفت بجد يا جماعة فتوح. فتوح بجد والله الله هو اكبر عليك استمر يا فتوح. يعني اه باك ليفت منتخب مصر الاول بامانة. باك ليفت منتخب مصر الاول احمد فتوح. الله اكبر عليه من آآ بطولة كاس العرب وبطولة آآ امم افريقيا. منتخب مصر. احنا عرفنا فتوح وعرفنا الامكانيات فتوح زورت جدا جدا في منتخب مصر يا جماعة. الراجل دهيب على حكيم يا جماعة. الراجل دهوش حكيم يا جماعة. فاستمر يا فتوح. وكمان يعني عبدالله جمعة استمر يعني الله اكبر عليك بديل. ليه? آآآ ماركز عبدالله جمعة اللي كان بيلعب في مبي فيه كان جناح ايمن. ولكن انه على قد ما يقدر. ونيجي برضو للتالث كابتن عبدالشافي. الخبرة كلها اللي لولا عبدالشافي. هكيا اللي لولا سوري كابتن عبدالشافي في المركز ده. ما كانش هيتقلق فتوح ولا كان هيتقلق عبدالله جمعة والاتنين دول بيتعليمون من كابتن عبدالشاف يا جماعة. منتظم fulfilled. نص الملعب رومانتل ميزان امام عشور. كلامه يدى مجروحها الله يا جماعة. امام عشور الله هو اكبر. يا جماعة. يعني بسم الله ما شاء الله الرمانة الميزان من هنا وهنا 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 انسى انك تقطع قرى من امام عشور انسى انك تعدي من امام عشور انسى لو القرى على التمنتاشر هتلاقي رجل كده مرة واحدة من مدفعج امام عشور استمر يا ابني انت امل منتخب مصر ويعني من الاخر كده انت انت اللي جاي لمنتخب مصر والله العظيم يا ابني. وننتقل لنقطة الخط الوسط اللي جنبه. يعني رؤى يا جماعة رؤى يعني تزل ان طريق حامد طبعا كان بلعب لوحده وساسي جنبه ولكن ولكن رؤى ما هموش كل ده. لما نزل وركب في منظومة يا جماعة من الاخر ركب وقادة وعمل اقصى ما عليها يا جماعة. ننتقل بقى نقطة صنع الالعاب اوباما شكرا مش هيزيرك تاني. انا انا كانش ليك دور بصراحة المسم ده يا اوباما انت بالك مسلمين في الزمالك تايه يا اوباما. يعني بنتمنى انك ترجع يعني بنتمنى عشان منتخب مصر والله يا جماعة. ننتقل لنقطة الجناح اليمين. احسن جناح يمين في مصر. واحسن موسم للاعب automotive في مصر. احمد السيد زيزو يا جماعة. يعني من اخر اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه. اهدف الدوري المصري اكتر واحد صنع احداف الدوري المصري. يعني مناخر الدرامات الجازية مبيضيعس. الشوط مبيضيعس. يعني اللهه اكبر اسيستات لا. يعني لاعب متكامل. يعني مناخر احمد السيد زيزو الموسم ده مosem استثنائل احمد السيد زيزو احسن. يعني لعب في مصر واحسن. هدف في مصر واحسن صنع العاب في مصر يا جماعة. منتقل للجناح الشمال يوسف عسامة نبيه. الله اكبر عليك يا ابني. استمر كنت خير مثال وكنت خير دليل وكنت خير لعبة بجد والله. يعني الشباب يا جماعة بجد. الشباب هم اللي يشدوك. الشباب بتاعكم هم اللي يشدوك بكل امان يا جماعة. يعني حاجة كبيرة جدا 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 جدا. وكمان شكبالة يا جماعة. كابتن شكبالة يا جماعة. كابتن الساحر يا جماعة كم ينزل يغير اي مطش يا جماعة. كابتن شيكابالا عمرك ما هتمل من من الكرة في رجل عمرك ما هتمل من اهدافه الجميلة. كابتن شيكابالا ليه دور يا جماعة. من الاخر كده دور كبير جدا 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 مع مجلس الادارة ومع امير منتظر منصور في لم اللاعبة. ومن الاخر كده اللي جاء بالدور للزمالك السنة دي. مش مش جوه الملعب فقط. ولكن برا الملعب اكتر من جوه ملعبش كمال يا جماعة او لغش مال لعيبة بامانة والله يا جماعة ونتم ادلو حق اوتستورة من اساطير النادي الزمالك وننتقل ليه الهدف الدين. يا جماعة اشفMike baddink yahoo دين. فارق جدا 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 جدا. مع النادي الزمالك من من بداية نص الموسم. نص الموسم اللي قد كبليه او من بداية الموسم كان عمر السعيد يا جماعة. فننتقل بقى لعمر السعيد. اشف rabbit جد كانليوم تأثير جدا 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 مع نادي الزمالك. ونيجي بقى الكبير الكبير العالمي البروف جيزفالدو وريرا. بجد والله جماعة. هتبقى عجز قدام الوجل ده. انت بتلعب الوجل ده? هتاق هيدك الكورة. هتعمل هجمات. هتعمل اي حاجة من الاخر كده. ولا هتسجل ولا تخرج بطلع نقطة. ولا هتخرج بنقطة حتى هكسبك هكسبك. مهما تعمل هكسبك هكسبك. بجد والله سقفة لكل يعني نادي الزمالك لكل لعيبة نادي الزمالك لكل شباب نادي الزمالك لكل مجلس الجهاز الفن لدارة نادي الزمالك. لكل جماهير نادي الزامالك. الف الاف مليون مبروك. والدوري في متعابة وتستحقه بجد بجد والله العظيم. الدوري اللي اربعتاشر في تاريخ والنهاردة اتحسن بعده. صانت برامز من فواتشر واحد صفر. بس بجد بجد يا جماعة. موسم استثناء لنادي الزمالك. مسم صعب لنادي الزمالك. كانوا يستحقوا عليه الدوري. وبجد بجد بجد يعني كل الناس يا جماعة في تقول مبروك لنادي الزمانك ويكون فروح رياضية كبيرة جدا جدا وكان معكم ابراهيم سامك من قناة ابراهيم سامك على اليوتيوب بطلب من كل الناس اللي بتفرجوا علينا يعني لايك شير سبسكرايب للقناة لو اول مرة تفرج علينا وياريت تفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد والدوري في مية عوضة